كيف هيكم يا بناتا ؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين فيديو اليوم سأكلمكم عن 10 منتجات السحق التجربة انا أريدكم لا تخطوش من الارهاق والتعب لكن حالياً الساعة 5 صبح 5-5 ونص يعني فلساً ما نمتش وعايز اصور الفيديو دوت وقالت خلاص انا اكيد مش هنام غير لما اصور الفيديو دوت فزقوا معي اليوم تضعي الجعب وعملي اشتراف الكونالو وانسا او المرة تشوفيني وايلا بينا بسرعة اقول لك على أهم 10 منتجات للعناية بالشعر وكمان يكون فيديوهين تانيين تحاول ان انا ننزله لكم على طول هيبقوا أهم 10 منتجات للعناية بالبشرة وأهم 10 منتجات برضو للعناية بالجسد نقدمه طويلة جداً بس يلا بينا كما قلنا نتكلم اليوم عن أهم 10 منتجات للعناية بالشعر أول منتج معي عايز اكلمكم عنه من الحاجات الجامدة جدا جداً جداً نصحك بها هو زيت بزور العنب هذا هو شكله زيت بزور العنب من احسن الزيوت اللي بترتب الشعر كويس جدا من الزيوت الخفيفة جدا على الشعر وهو كمان طبعا البشرة والجسم وكل حاجة انا بحب اكتر له الشعر عشان اطراف الشعر حرفيا هو بيقضي تماما على هيشان او تأصيف الشعر فمن الحاجات الحلوة قوي قوي اللي انا بحبها وحب استخدامها جدا بس بحب استخدامها اكتر كا زي السيرم كده اعمل معاملة السيرم للبشرة فمن الحاجات الحلوة قوي 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 اللي انا بحبها ده كده بيبقى شكله انا كنت جايبا من نيفرتاري كمان فكرة البامبة بتسهلك نزول المنتج يبقى اسهل عليك في الاستخدام فبصراحة بحبه جدا 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 هو خلاص طبعا معي وكل حاجة بس من الحاجات الحلوة قوي قوي ترطيب الاطراف الشعر بيخليك الشعر بيلمع لمعه صحي وفي نفس الوقت مترتب وفي نفس الوقت مش ملبك او او لازق في بعضه خالص هو بيرطب الشعر كمان بيخلي الاطراف كلها مظبوطة يعني مش هيخليك اطراف الشعر مقصفة او مطايرة تمام؟ هو من الحاجات الحلوة قوي 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 كمان اللي انا اكيد بنصحك بيه ثاني حاجة من الحاجات الحلوة قوي هو الشامبو دوت من نوريال الفير هو من الحاجات الحلوة جدا 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 للعناية بالشعر شامبو حجمه 400 مليا بنات ريحته حلوة قوي قوي يعني تقريبا ان لاين كله اهم ميزة فيه او اكتر حاجة بتميزه هو الريحة بتاعته فهو حلوة جدا 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 ينظف الشعر الكويس لا يوجد حاجات مضرة كثيرة تحسوا ان الشامبو غني بزيوت وحاجات حلوة فمن الحاجات الحلوة جدا اللي انا احبتها في العناية بالشعر طبعا يعني حبيب قلب مامي من جوا انت عارفين انا هتكلم عنه اصلا هو الوليف ايل الوليف ايل بصراحة انا بحبه جدا جدا دي تاني واحدة بقى ان انا اشتريها لو انتوا بقى لو لسه متابعيني من جديد او اللي عارفيني من قبل كده كان عندي الهواء العبوة صغيرة وخلصت فجبت بقى الهوية اللي عبوة الكبيرة من الحاجات الحلوة قوي للترطيب الشعر لدامعة الشعر عارفين كده لما بيشوفوا في الافلام او مسلسلات الشعر بيلمع كده للمثلة ولمعة مش مدهننة لان حرفيا اكبر البيوتي سنتر او البيوتي سالون بيستخدموا الوليف ايل فمن الحاجات الحلوة او اللي انا بحبها ريحتي بوش مزلاجة خالص على فكرة او لم تفتكر بصلا ان هو زيتون فاللي هو يعني انا سبقى مخللها في قلب نفسي خالص مش كده بس هو من الحاجات الحلوة جدا 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 اللي انا حبتها ومن كانوا من المنتجات النينجا اللي انا يبو الشعر ودي كلها تقريبا خمسة وتعاتين اربعين مش فاكرة بالزبط الاسعار اكيد هتشوفها في فيديوات المشتريات اللي قبل كده برضو من الحاجات الحلوة مش عارفة هو المنتج رقم كام بصراحة رقم اربعة هو زيت جوز الهند من الحاجات او من الزيوت اللي جات جدا على شعري اللي بترتبلي شعري كويس جدا سواء انا هستخدمه كدهان للشعر او سواء انا هستخدمه اللي يبقى في الشتاء على فكرة بيبقى متجمد بالمنظر دوت تمام آآ استخد بيديوهن كده وهنرطب ايدينا بحب يريحته جدا على فكرة كمان من الحاجات اللي هي كده بتحسسك ان يعني ايه بالنظافة هو من الحاجات الحلوة فعلا اللي بترتب شعري وجهة على شعري كويس لو هستخدمه حمام زيت لو هستخدمه كمان آآ كمسك للشعر او حمام زيت للشعر حلوة جدا 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 جربت مركتين منه او ثلاثة جربت انفيرتالي ودي امتنان الاتنين حلوين جدا الاتنين ما فيقوش عن بعض اي حاجة من الزيوت الحلوة قوي 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 للعناية بالشعر كمان من الحاجات الحلوة جدا جدا في العناية بالشعر برضو هو بديل الزيت دوت من لوريال الفيف اللي هو طول الاحلام برضو نفس اللايم بتاع الشامبو من الحاجات الحلوة اللي رطبت شعري كويس جدا اللي ريحته حلوة قوي زي انا قطركم بالضبط نفس ريحت الشامبو فحلو جدا 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 هيرطبلك شعري كويس سعره حلوة قوي كمان وحجمه كبير انا حاس ان انا باخد كده يعني سعر الفلوس اللي انا دفعتها في المنتج في امتو او في الفايدة اللي هو بيدهي فانها كده زي الفل فهو من الحاجات الحلوة قوي اه ومن ضمن اكتر عشر منتجات حبتهم العناية بالشعر المنتج بقى رقم سبعة هو السيرم دوت من لوفيا تمام السيرم دوت حلو جدا انا خلاص قربت اخلاصه اصلا اقعد معي اكتر من سنة سنة ونص بس عشان انا بستخدم اه منتجات تانية جمه فمن الحاجات الحلوة قوي اللي انا حبيتها برضو بيرطب لي شعري كويس جدا كمان ينفع ان انا استخدمه كسيرم قبل تعريض الحرارة بس انا بستخدمه بصراحة على الاطراف كده بس بيدي هلمعة حلوة بيدي هلمعة صحية بيرطب الاطراف كويس قوي فمن الحاجات اللي انا بحبها جدا وفكرة البنبي بالنسباني انا شخصيا كاكوكي سهلة كده و بتسهل كده الاستخدام فحلو قوي 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 من الحاجات اللي انا اكتر بنصحك تجربيها انا كنت جايبات تقريبا نسعت لما جبته كان بخمية خمسة وعشرين بس حالين البنات كتيرة ده ما سنصحتهم به قالوني داخلوا قالوني عن انستجرام ان هو سعره دلوقتي عدى 200 او 300 جنيه انا مش عارفها بالضبط ليه او الكلام ده فعلا فعلا خاصل ولا لا بس مش عارفة بس هو حلو قوي قوي بصراحة المنتج رقم تسعة هو الستري دوت من كمينة او الزيت او السيروم دوت من كمينة كمينة على فكرة لها اكتشفت كده ان هي لها برندات تانية او منتجات تانية يعني اللي عناية بالشعر والغريبة ان هي اسعارها رخيصة جدا بصراحة اتحمست او ان انا اجرب كذا حاجة يعني في كده لاين جديد نازب شامبو وبلسم وبديل زيت تقريبا او حمام كريم حاجة كده يعني واللاين كله مش عارفة برخيص فبصراحة انا اجربهم المهم نرجع بقى ده حلو جدا على قد سعره من الحاجات الحلوة رحته حلوة قوي 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 كمان رحته مسكرة دوت كانت تقريبا جايبها ب 46 جنيه من كنت تقريبا من المرشية ده في 6 اكتوبر فحلو بيستخدم كسيرم لتعريض الشعر قبل الحرورة يعني قبل ما تستخدمي هيتنج الشعر حرورة يعني للشعر بتستخدمي السيرم ده بترشيه على لو هتقسمي مسلا انا بعمل ايه بقسم شعري نصين والنص ده بروش عليه السبري او السيرم والنص تاني بعد ما جيه بعمله بروشه برضو عليه حلو جدا طبعا بتاخدي زي ما بقول لكم في سعر واكتر اخر المنتج معي في السلسلة ديت هو الحمام كريم دوت من فشكول حلوة قوي قوي حجمه بصوا حجمه كبير جدا جدا بيرطب الشعر كويس جدا رحته حلوة قوي 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 انا بحيثه بصراحة كماسكة اكتر للشعر يعني مش مجرد بس حمام كريم فمن الحاجات الحلوة قوي قوي اللي انا حبيتها وجربتها للعناية بالشعر كان بالحليب والعسل حلوة قوي قوي وبرضو بنصحك اكيد بيه دول اكتر عشر منتجات نينجا لعناية بالشعر وفعلا يستحق التجربة يارب يكون الفيديو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكمن انتو حابين ايه تشوفوا في سلسلات فيديوهات الفترة الجاية او في ايه فيديوهات اللي انتو حابين تشوفوها الفترة الجاية اتابعوني على الانستجرام عشان بانزل ريالز كتير عن ريديوهات وعناية منتجات وحتى مشتريات هتلقوها موجودة هناك واشوفكم على خير في الفيديو الجاي واخيرا هروح انام باي باي تصبحا لخير